السلام عليكم اليوم عندي المراجعة للسامسونج جالكسي تاب اس 6 طبعا انا طلبت الواي فاي مع الالتي اي طبعا بنسخة 628 جيجا بايت في خيار اخر 856 جيجا بايت هذا الخيار ما شفته تحديدا في سوقنا لكن عندك هذه الشريحة هي منه عنان اسم مع العلم انه في نسخة الواي فاي فقط ونعم هذا يدعم الذاكاء خلجية فبإمكانك ترفع الساعة الى 1 تيرا بايت فخيارات كثيرة من ناحية الالوان هذا ايضا متاح مع التاب اس 6 طبعا هذا الجهاز يأتي بجود تصنيع جدا جدا مميزة طبقة الزجاجية في الجهة الامامية والمعدن من الجهة الخفية فبالتالي جود تصنيع ما رح تحسن الخيصة اضف على ذلك الشيء اللي راح يشد انتباهك على الرغم انه 10.5 انش للشاشة الا انه بسماكة الخمسة فاصل 7 ملي متر و 420 جرام ايش يعني هذا حذي انه تقدر تاخذ معك وتستخدم الفترات طويلة بيد واحدة بدون اي مشاكل وزنة جدا جدا خفيف فوق ما تتصورون مع ذلك يأتي بجود تصنيع عالية وهذا الشيء يحسب لهم بالنسبة للمنافذ فعندك اربع سماعات اي كي جي وعندك زرية تحكم مستوى الصوت وزر السايد كي موقع لذات منيت انه شوي يكون نازل وخاصة هذا راح يكون مريح لما استخدم بطول لكن بالعرض اوكي كانت اموري في السليم لكن تمنيت ان يكون شوي نازل السايد كي مثل ما شفنا في النوت 10 بلس ايضا موجود فهذا الزر مو بس مسؤول عن تشغيل واطفاء هذا الجهاز بل انه تفعيل بيكس فيه او برمجة الزر للقيام بعد المضائف بما فيها اختيار تطبيقك المفضل فهذا الخيار ايضا متاح مع تاب اس 6 وهي حركة ارجع اقول مثل ما قلت في النوت 10 بلس جدا جدا ذكية فيما يخص بالكاميرات فعندك كاميرتين موجودة في الجهة الخلفية الأولى 13 ميجا بيكسل وهي كاميرا عادية بزاوية 80 درجة بفتحة عدسة 2.0 وفيها خاصية والكاميرا الثانية هي وهذا الشيكويس 5 ميجا بيكسل بزاوية عرض جدا جدا 123 درجة وبفتحة العدسة 2.2 والكاميرا الأمامية 8 ميجا بيكسل بفتحة العدسة ممتازة أيضا 2.0 فجودة الصور لا تتوقع انها راح تكون بمستوى الهواتف اذا كنت في مكان في اضاءة ممتازة فنتائج راح تكون جيدة جدا تمنيت بس فقط ملاحظة تمنيت ان يكون فلاش لانه ممكن اكون في مكان في اضاءة ضعيفة او في الضرامة او اصور مستندات او شيء تمنيت ان يكون هذا الشيء موجود لكن شكل عام جيدة مكالمات الفيديو من خلال كاميرا ممتازة هذا اللي اقدر اقولك طيب اوكي خلينا نرجع لمسألة الشاشة 10.5 إنش 1600 و 2560 سوبر اومليد مستوى الاضاءة على حسب برامج الاختبار اللي اختبرت مع هذه الشاشة اعطاني 440 نتس الآن سامسونج قاد 500 نتس مع ذلك يعني مو بنفس الجنون 1200 نتس الموجود في النوت 10 او النوت 10 بلاس لكن مع ذلك مستوى الاضاءة ممتاز اذا كنت في مكان في اضاءة عالية لا تشيلها راح يعني راح تلبي الواجب لكن لو تحت الشمس فهنا يبغىك تبعد شوية الشمس بشكل عام الشاشة ممتازة من ناحية زوية الرؤية شاشة ممتازة شاشة ممتازة في مسألة المالتي ميديا او في مسألة العلعاب على سبيل مثال برامج الانتاجية ما راح تخيب املك نهائيا طيب بالنسبة للصوت يا رجل اربع سماعات الصوت مقارنة بالايباد برو ال 11 عندي لنسخة 11 صوت كان جدا حالي الصوت كان واضح تماما متفوق تماما ما موجود في الايباد برو فهذا المزيج من ناحية الصوت والشاشة ارجع وقول مزيج ممتاز في مسألة المالتي ميديا وايضا في مسألة الالعاب في مسألة البطارية 7040 ميلي امبير يجي معا شاحن سريع 15 واط مهم الاسرع بكل تكيد لكن بالنسبة للبطارية من خلال تجربتي اعطاني ضمن خاص بتشغيل الشاشة الى 6 ساعات ونص حتى 7 ساعات هذا من ناحية الاستخدام متوسط الى استخدام كثب استخدام ديكس بعض الالعاب بشكل متكرر فاقدر اقول البطارية ايضا ممتازة على رغم 10 ونص بهذا السماكة بطارية ضخمة الفكرة على هذه السماكة 5.7 ممتر رجل بالنسبة للأداء 355 ادرينو 640 واي فاي اي سي كافة التقنية بلاتوت 5.0 يوس بي سي يعني ما رح تشيل هم من هذه التقنية المنت يكون فيه واي فاي سيكس لكن بشكل عام من ناحية الضغط عليه بشكل كثب ابدا ما رح تشيل هم الأداء ممتاز مع هذا الجهاز لا تنسى انه عندك خصائص او تقنيات دولبي اتموس فهذه موجودة مع الصوتيات فرح يكون فيه متعة من ناحية الصوتيات صدقني الصوت ممتاز جدا جدا ممتاز طبعا زي ما انتم ملاحظين في الجهة الخلفية فيه مكان للقلم وهو مغناطيس رح يتم شحن القلم بشكل لاسلكي وهو تقريبا بنفس الخصائص والوظائف الموجودة في النوت 10 والنوت 10 بلس من ناحية الـ Air Action فيما يخص انه تقدر تحكم بالوسائط او بعض البرامج التي تدعمها مثل كروم او فيما يخص بالحركات اليد فهذا خيار ايضا موجود لكن كاستجابة للقلم او كاداء للقلم في مسألة كتاب المراحظات في مسألة الرسم عالي العالب عالي العالب ممتاز يعني هذا الشيء ممتاز صراحة واحب الاسمن لانه يفرلي الوقت بدلا ما قد اضغط او في مسألة توقيع على المستندات او في مسألة حتى في المنتاج القلم مفيد يعني بالضبط في الملي في اختيار المقاطع غيرها صدقني القلم جدا فبشكل عام الاسمن اداءة ممتاز وبطاريتها ايضا ممتازة فيما يخص بالسوفتوين فهنا النقطة اللي تخلي هذا الجهز شوي للورا يعني اذا كان في مسألة خلني واضح لك هو مزود بال One UI والاندرويد النسخة التاسعة كواجهة كخدمات وطبقات الخاصة بالسامسونج متوافقة طيب اللي اقدر اقولك في مسألة الملتي تاسكن ادارة انه اكثر من برنامج خاصة على شاشة بهذا المقاس ممتعة جدا ممتعة ومفيدة في مسألة انه تشوفوا اليوتيوب وانتكتبوا ملاحظات بالاستخدام احرية فيديو فصدقني كانت جدا جدا ممتازة فبامكانك لا اعتماد عليه في مسألة هذه النقاط لكن اغلب البرامج اغلب الالعاب المتوفه من خلال متجا جوجل بلاي فقيرة تماما من ناحية دعم اجهزة بهذا المقاس راح تكون في اوب سكيف يعني تمغط البرنامج مثلا تويتر راح تلقى ما اخذ الشاشة ما في استفادة اكبر مقارنة بالتطبيقات الموجودة على منصة الايباد او اس احنا بمكانك استخدام USB type C نقاط USB type C انا فكرة اذا قد تعمل 4K مع 60 هرتز اذا استخدمتها مع الديس بلاي بورت كم يحول اذا قد تعمل 4K مع 60 هرتز فكجهاز ممتاز كجهاز من احيات التصميم كجود تصنيع كشاشة كصوت كأداة كبطارية ايضا ايضا مع ديكس لكن العيب الوحيد في هذا الجهاز هو مسألة اللوم مه على سامسوق أتمنى أن سامسونج في الخليج أو في السعودية تحديداً توفر الكيبورد لأنه لم أردت إلا الكيبورد الإنجليزي وهذا أمر محبط يعطي إنتاجية أفضل لا يوجد أفضل جهاز لوحي خارج نطاق الايباد او اس هذا هو قدامك وأنا مسؤول عن كرامي شوكم أخر إن شاء الله مع قلب سلامة